شوف السؤال اللي بعده نبغى نشوف هذي متتابعة حسابية أو لا نطرح الحد الثاني ناقص الحد الأول يعني 2 ناقص 5 على 3 خلينا نحسبها نوحد المقامات هذه مقامها 1 مقام المشترك نضرب المقامين يعني هيكون 3 ونضرب الثلاثة في الاثنين ب6 ناقص 1 في 5 ب5 يصير الناتج 1 على 3 ونطرح الحد الثالث ناقص الحد الثاني 7 على 3 ناقص 2 ستساوي الاثنين هذه مقامها 1 نضرب المقامات عشان نوحدها المقام المشترك يصير 3 بعد 1 في 7 ب7 ناقص 3 في 2 ب6 ستساوي 7 ناقص 6 اللي هي 1 والمقام 3 الفرق ثابت إلى الآن بس لازم نشوفها كاملة نطرح الحد الرابع ناقص الحد الثالث يعني 8 على 3 ناقص 7 على 3 هنا المقامات موحدة يصير نطرح البسط على طول 8 ناقص 7 بواحد والمقام 3 نلاحظ أن الفرق ثابت أو الأساس ثابت بين كل حدين وربعض ويساوي ثلث إذن المتتابعة دي حسابية طيب نشوف هذه المتتابعة هل هي حسابية أو لا نطرح الحد الثاني السالب 3 على 2 ناقص الحد الأول اللي هو 2 وهذه مقامها بواحد يصير المقام الموحد نضرب المقامات تصير 2 بعدها نضرب 1 في سالب 3 بسالب 3 بعدها ناقص ونضرب 2 في 2 تصير 4 نجمع البسط السالب 3 السالب 4 تصير السالب 7 على 2 نطرح الحد الثالث ناقص الحد الثاني تصير 9 على 8 وهنا عندي سالب تنضرب في السالب تصير موجب 3 على 2 وتساوي المقام المشترك هنا نضربهم في بعض 8 في 2 بـ 16 بعدها أضرب 2 في 9 بـ 18 وأضرب 8 في 3 بـ 24 وهذه حتى تساوي نجمع البسط 42 والمقام 16 نبسطها نقسم البسط والمقام على 2 هذه على 2 فيها 21 وهذه على 2 فيها 80 يعني تساوي 21 على 8 هذه فأبسط صورة ما قدر أبسطها أكثر من كده لاحظوا أن الفرق غير ثابت يصير المتتابعة ليست حسابية طيب نشوف نفس المتتابعة هل هي هندسية؟ نقسم الحد الثاني على الأول يعني سالب 3 على 2 على الحد الأول اللي هو 2 هذه حد ساوي شوف هذا الكسر الرئيسي هذا البسط وهذا المقام يصير هنا نقدر نضرب مقام البسط في المقام حتى تصير سالب 3 والاثنين نضربها في الاثنين تصير 4 شوف اللي بعدها نقسم الحد الثالث على الحد الثاني 9 على 8 على سالب 3 على 2 هنا نقدر نختصر مقام البسط مع مقام المقام على الاثنين فيها أربعة وعلى الاثنين فيها واحد صراحة تساوي الكسر والبسط هيكون 9 على أربعة والمقام هيبقى فيه سالب 3 وهذه حد ساوي الكسر والبسط هيكون 9 ويضرب مقام البسط في المقام يصير سالب و4 و3 ب12 وهذه حد ساوي نقدر نبسطها على 3 فيها 3 وعلى 3 فيها أربعة وأقدر أرفع السالب للبسط وتصير السالب 3 على 4 نفس النسبة الأولى لكن لازم أكمل أقسم الحد الرابع على الحد الثالث يعني سالب 27 على 32 على 9 على 8 أقدر أختصر المقام مع المقام و8 على 8 فيها واحد 32 على 8 فيها أربعة برضو نقدر نختصر البسط مع البسط على 9 فيها واحد على 9 فيها ثلاث يصير الناتج هيكون سالب 3 على أربعة نلاحظ أن النسبة بين كل حدين أورا بعض ثابتة اللي هي سالب 3 على أربعة إذن المتتابعة هندسية طيب نشوف هذه المتتابعة نشوف هل هي حسابية نطرح الثاني ناقص الأول أربعة ناقص وعنده هنا ناقص تصير موجب أربعة يصير الناتج ثمانية نطرح الثالث ناقص الثاني يعني 5 ناقص أربعة بواحد الفرق غير متساوي إذن المتتابعة ليست حسابية طيب نشوف هل هي هندسية نقسم الثاني على الأول يعني أربعة على سالب أربعة بسالب واحد ونقسم الثالث على الثاني 5 على أربعة هذه في أبسط صورة ولاحظ أن النسبة غير ثابتة إذن المتتابعة ليست هندسية